و بالإضافة إلى القدوى البحريني الشعبي استهدثت المحال التجارية لكهات جديدة لإرضاء جميع الأذواق خصوصا خلال موسم الأعياد نعم حيث مزجت العديد من المحال التجارية نكهات تقليدية بنكهات حديثة لتخرج بمنتجات جديدة تجمع بين الأصالة المعصرة تتزين طاولات الضيافة في المنازل البحرينية بأشهى المأكلات والحلوة التي لابد لها أن تكون متواجدة وخصوصا في أيام عيد الفطر السعيد الذي يجمع المهنئين من كبار وأطفال حول هذه الضيافة الصباحية المميزة التي انقطعت خلال شهر رمضان المبارك وابتكرت المحال التجارية خطا جديدا لهذه الضيافة حيث مزجت النكهات الحديثة بالتقليدية لتنتج منتجات ترضي جميع أذواق المهنئين إن كانوا من المملكة أو من خارجها الحمد لله حاولنا نطور المنتجات التقليدية ضفنا عليها بعض النكهات الأوروبية مثلا الماكرون الماكرون سوينا بالرهش سوينا بالزعفران سوينا نكهات الهيل نكهات الدارسين كذلك عندنا العقيلة حاولنا ندخل في نكهات بعد أوروبية سوينا بالكافي سوينا بالحلوة بالبستاك يعني غير عن الشكل المتوفر العاري الغديم أحيان في رمضان في البراية كان عندنا ركور ولكن ما شاء الله تبارك الله هذه الأيام جدا طيب كان في طلبات في قبال سواء من الخليجين أخوانا أو من البحرينيين قُبلت القدرة الشرائية العالية بتكثيف للعمل في المحال التجارية استعدادا للإقبال الكبير حيث يقبل العديد من الزبائن على اختيار النكهات الحديثة إلى جانب التقليدية والله في تكثيف ساعات العمل وزيارة الانتاج يعني بالذات قبل سبعين من العيد نبتلين زيري الشغل على العمال مع المعظفين المحافظة على جورة المنتج لأننا لازم عندنا وقت بسرعة الموار غضائية فلازم نجهز في فترة بسيطة ونحافظ على جورة تكون على الرغم من المنافسة بين الضيافة التقليدية والحديثة إلا أن الزبائن يؤكدون في كل مرة على أهمية الجمع بين الأصالة والحداثة في ضيافة العيد لخلق تشكيلة مميزة ترضي جميع الأطراف ضيافة العيد من أبرز المظاهر التي تميز البيوت البحرينية التي تجاهز في الصباح الباكر مع فتح الأبواب لاستقبال المهنئين بالعيد من مختلف محافظات المملكة والخليج العربي وحتى العالم لاستقبالهم بأشهر مأكولات الأصيلة الممزوجة بالحداثة والتي تناسب جميع الأذواق شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر